ومعلومات هامة يجب أن يعرفها مرضى السكري والضاط لا زيادة مناعتهم ضد فيروس كورونا وهل هلأ احنا عم نرجع للحياة الطبيعية ضيفنا دكتور محمد جمعة استشاري الغدد الصم والسكري صباح الخير دكتور أهلا وسهلا فيك معنا اليوم بداية قبل ما نحكي أنه نحن دايش من خاف على مرضى السكري تدهور صحتهم لا سمح الله أنه إذا إذا مرضوا بس أول خلينا نعرف أنواع السكري الموجودة شكرا لك هلأ معروف في عنا نوعين من أنواع السكري النوع الأول اللي هو عادة بصيب الأطفال واليافعين بنا نقول وهذا النوع يعني بيجي فجأة وبدون مقدمات وعادة سببه مش معروف وبيكون فيه يعني بدنا نقول تلف كبير في البانكرياس يعتقد أنه المرض فيه عامل جينتك يعني بيكون فيه استعداد خلقي للإصابة بالمرض عند الأطفال وفجأة الجسم بيصير يفرز أجسام مضادة بتهاجم البانكرياس بتدمر البانكرياس كله وبيصير هدول الأطفال بحاجة إلى حقن إنسولين وهنا بيختلفوا عن الكبار إذا منطقة البطن طيب هلأ ليش دائما منطقة الكرش هي مؤثر مؤشر أصدي على يعني زيادة خطورة إصابة هذا الشخص بمرض السكري هلأ زيادة الكرش بدنا نقول أولا أنه فيه تراكم الدهون على مركقة البطن بصاحبها مقاومة الإنسولين بصاحبها ارتفاع بالكوليسترول والدونيات بصاحبها في أغلب الحالات ارتفاع بالضغط ترسب دهون بالكبد ممكن يرتفع اليوريك أسد اللي هي بنسميها متلازمة مرض إكس أو متابالك سندروم بنسميه باللغة العلمية هدول المرضى يعني عرضة أكتر برضو الإصابة بالجلطات وتصلوا بالشرائين هلأ ممكن هاي الأمراض تيجي مش مع بعض اللي هي السكري والضغط والكوليسترول لا ممكن يجي يعني مثلا أجع أول شي ضغط بعدين سكري بعدين كوليسترول بفارق زمني مثلا سنة سنتين ثلاث بين مرض وآخر طيب دكتور فيه فئة بعتقد أنه لازم نحكي عنها لأنه نحن نعرف أنه نسب السكري النوع الثاني بالأردن عالية ولكن فيه فئة اللي هي ما قبل السكري بحب تحكي لنا أكتر عنها أمتى منقول أنه هذا الشخص معرض للإصابة بالسكري وقديش لازم يدير باله شو لسكن لثحوصات أرقامها هلأ فيه تلت كريتيريا عشان نقول أنه هذا الشخص معرض للإصابة بالسكري أو مرحلة ما قبل السكري الفئة الأولى اللي هي بنسميها إذا كان مستوى السكر على الريء قبل الفطور من 100 إلى 124 هاي الفئة الأولى الفئة الثانية إذا كان مستوى السكري بعد الأكل بساعتين من 140 إلى 200 والفئة الثالثة إذا كان التراكمي من 5.7 لغاية 6.4 بالمئة هدولة الثلاث فئات معرضية للإصابة بالسكري هلأ فيه مرضى بجمع بين فئتين طبعاً بصير عنده الرزق أكتر الخطورة أكتر فيه مرضى بتكون عنده جست يعني one criteria يعني هذا بيكون الرزق أقل شوي هلأ فيه مرضى بجمع بين الثلاث يعني عنده التراكمي بين 5.7 و 6.4 وعريء مثلاً 110 فرضاً وبعد الأكل بساعتين 170 فرضاً هدولة أكيد معرضين خلال فترة زمنية أصيرة إنه يقفزوا يصيروا مرض سكري رسمياً طيب شو لازم يعملوا هاي الفئة؟ هلأ هدولة المرضى يعني عادة بدهم تغيير بنظام حياتهم من ناحية أكل من ناحية حركة تنزيل وزن اتعادة عن الحلويات اتعادة عن السكاكر تخفيف من نشويات بالإضافة بنحبذ أنه نعطي لهدول المرضى برضو أدوية زي منظم سكري وفي أدوية أخرى بتأجل المرض يعني بدل ما يظهر خلال سنتين أو ثلاث ممكن يأخذ سبع سنين أو عشر سنين نعم طيب دكتور والآن يعني في ظل جائحة كورونا عم نلاقي أنه الأشخاص المصابين بالسكري وإذا أصابهم الكورونا ممكن تكون من مضاعفات سيئة جدا فعرفنا كيف ممكن مريض السكري اللي هلأ مشخص وبيأخذ أدويته يحافظ على صحته النقطة اللي بدي أركز عليها أنه مرضى السكري اللي بتعرضوا لمضاعفات من الكورونا هم المرضى اللي السكري عندهم مرتفع من الأصل يعني مش مسيطر على السكري تراكم مرتفع طول الوقت هذول المرضى عرضة للإصابة بمضاعفات اللي هي التهاب بالرياتين ممكن يصير عندهم فشل كلاوي ممكن يصير حتى ملتي سيستم فيلير يعني أنه أعضاء كثيرة يصير فيها فشل ممكن يتعرضوا بنسميه أكيوت ريسبراتوري ديسترس يعني يكون هيك الرياتين كلهم فيهم بقع بيضة ويحتاجوا إلى فينتليتر اللي هو جاهز التنفس والإصطناعي هذا إذا كان السكري مش منتظم من الأصل على مدار سنوات هلا إذا كان السكري منتظم من البداية هذول ما بيختلفوا عن أي شخص آخر أصيب بالكوفيد هلا في نقطة أخرى مهمة إنه وجدوا إنه فيروس الكوفيد 19 هذا بيجي على مستقبلات بنسميها ACE2 هلا هاي المستقبلات موجودة أكتر عن مرضى السكري بالرياتين وموجودة أيضا على البنكريس فبتلاقي مرضى السكري لما صيبهم الكوفيد إذا ممكن يصيب البنكريس مش بس الرياتين هلا إذا صار البنكريس صار التهاب بالبنكريس ممكن السكري على كتير وفي مرضى بصير علاجهم مش سهل وبدهم طبعا أغلب المرضى اللي بالإي سيو بالمستشفى يعني السيريس هذولا بدهم إنسولين كل حبوب بتبطل الجاوب أو ممنوع يستعملها أصلا وكتير من المرضى يكتشف السكري عنده لأول مرة لما يصيبوا الكوفيد بيكونوا مش عارف إنه عنده سكري إذا صار البنكريس بيعلى السكري كتير أو يكتشف لأول مرة طيب إذا دكتور حضرتك عم بتركز قديش مهم يضال منتظم والشخص ملتزم بأدويته حتى ما يعرض دفسه للخطورة هون بحب أعرف عائلات الأدوية اللي بيستخدموها الأطباء واللي هي بالفعل بتكون فعالة في تنظيم السكري للمرضى حلا عندنا الحقيقة تطور علمي كبير اللي خلال الآخر عشر سنين يعني في عنا الأدوية الأديمة اللي هي منظم السكري هذا إلو سبعين سنة بالخدمة وفي عنا كمان من الأدوية الأديمة اللي هي مجموعة بنسميها السلفانيلوريا اللي هي منشطات البنكريس الأديمة هاي برضو إلها أكتر من 30 أربعين سنة بالخدمة هدول من الأدوية الأديمة وهاي الأدوية شائعة الاستعمال كتير لسبب بسيط أنه هاي رخيصة سعرا يعني كل هاي الأدوية رخيصة سعرا هلا في الأدوية عائلات جديدة طلعت في عنا مجموعة DPP4 Inhibitors هدولا المجموعة اللي هي تقريبا 12-13 سنة الآن وفي عنا مجموعة أحدث اللي هي GLP Agonist هدول بشكل حقن ونزل منهم حديثا بشكل حبوب بس أغلبهم شكل حقن إما يومية أو أسبوعية هلا في مجموعة أخيرة نزلت جديد برضو اللي هي مجموعة SGL2 Inhibitors هاي المجموعة بتختلف جديدة يعني إلها شيء 4-5 سنين هاي المجموعة يعني بدنا نقول ما بدأ عملها بختلف عن كل الأدوية السابقة إنه هاي عمليا تسحب سكر من الدم وبتوديه على البول فأول بأول يعني كل ما ارتفع السكر بدل تسحب وتودع البول إلها فوائد هاي المجموعة كبيرة من ناحية حتى إنه بتعمل حماية ضد الإصابة بالجلطات وبتعمل حماية للقلب والكلة عند المرضى اللي صلوا السكري فترة طويلة أو المرضى اللي عنده تصلوا بشرايين من الأصل أو المرضى اللي بيفتفيد المرضى اللي عنده ضعف في عضلة القلب أو اللي عنده بداية ضعف بالكلة فهلا الآن صارت شوية عندنا بدنا نقول خيارات كثيرة في علاج السكري والآن دور الطبيب أنه يعرف يستعمل اللي هي الأدوية الملائمة لكل مريض نعم نعم يعني من مرات إحنا بنعطي ثلاث أدوية لمرضى السكري مرات نعطي أربعة أدوية مرات دويين مرات ممكن نعطي أربعة أدوية مع حقنة إنسولين طبعا هذا بالمراحل المتقدمة كثيرة نعم نعم فالآن بقول لك يعني صار أمامنا خيارات أكتر والحقيقة تقدم آخر عشر سنين العلم أكتر وصارت أدوية مش بس بتفيد للسكري أيضا تعمل حماية للقلب وتعمل حماية للكلو تمام حضرتك عم بتأكد قديش لازم يضل السكري منتظم وكل الأدوية اللي عم تفضلت وحكيت عنها إنه هي لحتى تحافظ على انتظام السكري مرضى السكري بلجأوا أنهم يفحصوا السكر في البيت صحيح فشو أفضل الطرق لفحص السكري في البيت حلا هو الآن شاع جدا الأجهزة العادية المنزلية الصغيرة اللي هي من الأصبع يعني شاع كتير وصارت رخيصة كتير يعني الآن لازم يكون عند كل مريض سكري أنا بنصح كل المرضى يفحصوا يس الأجهزة الآن رخيصة يعني كانت زمان غالي كتير الآن الجهاز أحسن جهاز مع 50 شريحة بتحكي عن 25 دينار طبعا إحنا مرضى النوع الثاني يعني أنا شخصيا ما بقول لك كل يوم يفحص مرتين وثلاثة يعني ما بدي وسوسة مثلا نعمل باليوم أربع مرات ست مرات أنا عادة مرضى السكر النوع الثاني بقول لك أنا باخدش إلا حبوب هذا أغلبهم مش إبارة إنسوليت هدولة بقول لك كل يومين ثلاثة يفحص مرة بس كل مرة توقيت مختلف يعني اليوم عملت عريق بعد يومين ثلاثة بعد الغداء بساعتين بعد يومين ثلاثة بالليل عند النوم وسجل على جدوى القرات ولما تيجي تراجعنا بيجيب الجدول معك وبنعدل أدوية السكري بناء على القرات هلا القرات النموذجية اللي إحنا يعني أنه يكون عريق بحدود مية تسعية مية وعشرة بعد الأكل بساعتين ما زدش مية وخمسين إذا حصلنا هاي القراءات التراكمي بيضل بحدود ستة بالمية بصدتوا هيك بيحمي حال هلا النوع الأول من السكري بننصحه يفحص أكتر لأنه هدولات بيأخذوا كلهم حقاً إنسولين فبننصحهم يومياً يفحصوا وحتى النوع الأول هلا فيه أجهزة جديدة اللي هي بنسميها يعني هاي بتنحط زي سنسر هون وهيك بيحط الجهاز بيعمل كشف بيقدر يفحص باليوم عشرين مرة خمسين مرة قد ما بده حتى هذا الجهاز بيقدر يشبكه بالموبايل وضل يعطيه غرافيكس وشارس وفالحاجب شكراً إليك دكتور محمد جمعة استشاري الغداد الصم والسكري أهلا وسهلا فيه